أحد الدعاة كان ذاهبا للحج وكان يلتمس الرفيق له ويدعو الله بخير الصحبة وفي المطار شاءت الظروف والتي رآها هو وقتها من أسوأ الظروف حيث التقى بأحد الممثلين كان هو الآخر قادما للحج ويتمنى الصحبة الطيبة وعندما شاهد الفنان هذا الداعية عرفه بنفسه وطلب منه الصحبة فوافق الداعية على مضض وقال في نفسه يا رب لقد طلبت صحبة صالحة لبيتك الحرام ودعوتك مرارا فهل هذا هو جوابك؟ رضي الداعية بنصيبه وهو يرى أن هذا الرفيق ليس إلا شيطانا ابتلاه الله به ودعا ربه أن يخلصه منه وقال لنفسه قد لا يركب مع الطائرة وتكون هذه ليست رحلته هم الداعية بركوب الطائرة ثم جلس على مقعده وكان المقعد الذي بجواره ما زال خاليا فجلس يذكر الله تعالى ويقرأ في مصحفه حتى جاء رجل يسأله هل هذا المقعد رقم خمسين؟ فأجاب الداعية نعم هو فقال له الرجل شكرا وجلس بجواره فإذا بالداعية يلتفت إلى هذا الرجل الذي جلس بجواره فيجده هو نفس الممثل الذي قابله فابتسم الداعية له وسلم عليه مرة أخرى وهو في قلبه كان يتمنى أي شخص غيره ومع ذلك لم يفقد الداعية أمله في أن يكون رفيقه في الحملة أحد غيره يعينه على ذكر الله وليس من يلهيه عنه ولكن حظه العاثر جعل هذا الممثل معه في نفس الحملة ونفس الفندق بل في الغرفة المجاورة له تماسك الداعية وهذا الرجل يلاصقه مثل ظله طوال أيام الحج والداعية يحاول أن يبعده عنه بشتى الطرق المهذبة حتى جاء يوم كانوا ذاهبين فيه إلى عرفات لرمي الجمرات فاعترضتهم أمطار غزيرة وسيول شديدة وتوقفت حركة الحجاج وتجمعوا كلهم واحتموا داخل الحافلات واستمر بهم الحال كثيرا والأحوال الجوية تزداد سوءا أكثر فأكثر والكل يدعو الله في خوف فهم بين الجبال ووسط الصحراء وإذا بهذا الممثل يخرج من الحافلة هو وبعض الرجال وكان بينهم الداعية وشاهد الممثل يبتعد عن الجموع بشكل ملحوظ فذهب وراءه فوجد هذا الممثل يدعو الله ويبكي بخشوع رهيب ويقول يا رب لقد عصيتك كثيرا ودومت على معصيتك لم أصلي إلا في هذه الأيام ولم أصم حتى شهرك الفضيل لكن اليوم جئتك طائعا ذليلا تائبا عن كل المعاصي وكل ما يغضبك ألا تقبلني؟ وقد قال رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها يا رب لا تعذب هؤلاء الضعفاء بسببي سامحني يا الله وظل هذا الممثل يدعو الله بخشوع وصدق وبدموع تسيل كالمطر أبكت الداعية حتى حدثت معجزة فبآخر حرف نطقه الممثل توقف المطر وبدأت أشعة الشمس تظهر شيئا فشيئا ونجى الحجاج بفضل دعاء هذا الممثل وهنا مسح الممثل دموعة وهم بالرجوع إلى الحافلة فإذا بالدعية يقف مذهولا لا يقوى على الحراك ثم أقبل على الممثل وقبله واحتضنه وقال له وهو يبكي أنت فعلت هذا أنت فعلت هذا صدقت يا ربنا يا من قلت في كتابك الكريم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين رجل أعطاه الله مالا وجاها ومن الخير الكثير وأعطاه أيضا زوجة صالحة وطفلين جميلين ولدا وبنتا ولكنه مع كل هذه النعم لم يستمع لنصائح زوجته بالالتزام بالصلاة وطاعة الله والتصدق على المحتاجين والعطف على المساكين وكثير ما ذكرته بقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معصر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مؤمنا ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه لكن الزوج ظل على حالته حتى مرضت ابنته التي يحبها كثيرا وذهب بها إلى أكبر المستشفيات في العاصمة وقال لكبير الأطباء خذ كل ما تريد من أموال وأعد صحة ابنتي كما كانت ابتسم الطبيب وقال له الشافي هو الله نحن والمال والدواء أسباب وفقط لم يعجب الأب كلام الطبيب ورد عليه بكلام فيه من الجهل الكثير فأصر الطبيب على خروج الأب من المستشفى وأن لا يعود إلا بعد ثلاث ساعات عندما يكون قد أجر العملية لابنته واستطاعت الأم أن تقنع زوجها الغاضب بمغادرة المستشفى وبأنها ستكون بجانب ابنتهما خاصة أنها تعلم وحدها خطورة مرض ابنتها الذي أخفته عن زوجها فخرج الزوج غاضبا وازداد غضبه عندما وجد عطلا بسيارته جعله يمشي على قدميه بين الناس ربما لأول مرة منذ سنوات وأثناء سيره جاءه شاب في غاية الاحترام يستوقفه ويطلب منه في حزن وحرج مبلغا بسيطا جدا من أجل شراء الطعام لابنه ويشير إلى ولده الذي يبلغ من العمر خمس سنوات في البداية ظن الرجل الغني أن الشاب يتسول أو يستغل ولده في ذلك ولكن طريقة كلام الشاب ومنظر الطفل الذي يبكي بشدة جعلته يصدقه فذهب الرجل إلى الطفل وسأله عما يريد فكرر ما أخبره به والده وهو ساندويتش من اللحم لأن رائحته جذبته ولأول مرة ربما في حياته يحتضن طفلا غريبا ويبكي ثم يخرج مبلغا كبيرا ويعطيه لوالد الطفل دون أن يراه ابنه الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وكان ذلك وقت أذان المغرب فأسرع الشاب واشترى لابنه مطلبه ثم أعاد باقي المبلغ للرجل وأصر على عدم أخذه وقال له والدموع في عينيه أنا آسف نحن في أواخر الشهر ومرتبي تم إنفاقه ولأنني ليس معي نقود قررت أن نذهب إلى بيتنا سيرا ويا ليتني ما فعلت فقد اجتم رائحة اللحوم وأصر على تذوقها ثم سلم الشاب على الرجل بعد أن دعا له الله ما بين الأذان والإقامة بأن يحفظه ولا يريه في أولاده مكروها وغادر الشاب وطفله المكان وهو لا يدري ماذا فعل في هذا الرجل لقد جلس الرجل على الطريق يبكي بصوت مرتفع وينظر إلى السماء ويقول تبت إليك يا رب تبت إليك يا رحيم يا ودود كم عصيتك ورزقتني كم قسوت على عبادك وكنت رحيما به وبدون أن يدري أسرع إلى أقرب مسجد رآه ودخله وهو الذي لم يدخل مسجدا منذ سنوات طويلة وبعد الصلاة ذهب إلى المستشفى إنسانا آخر غير الذي خرج وفوجئت الزوجة بقدومه وجلوسه هادئا والدموع تملأ عينيه وكانت المفاجأة الكبرى عندما خرج الطبيب وأخبرهما بنجاح العملية قائلا لقد حدثت معجزة كادت العملية أن تفشل لكن وبعد أذان المغرب مباشرة حدثت معجزة وتغير كل شيء ربما شخص صالح دعا لابنتك واستجاب الله لدعائه ارتعش الزوج وبكى وهو يقول صدقت يا رسول الله يا من قلت داووا مرضاكم بالصدقة ومنذ ذلك اليوم وهذا الأب لا يترك فرضا لله ولا عملا يقربه من ربه إلا وقام به وأصبح منفقا متصدقا عطوفا على الآخرين يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم رجل ثري تزوج من فتاة صالحة وعندما أنجبت له بنتا غضب وقام بتطليقها وطردها من البيت فاستأجرت سكنا وعملت بوظيفة حكومية وقررت التفرغ لتربية ابنتها وعدم الزواج مرة أخرى بينما تزوج والد ابنتها أكثر من مرة وعندما تنجب له الزوجة الجديدة بنتا يقوم بتطليقها وطردها وظل على هذا الحال لعشرين عاما وفي أحد الأيام طلب من صديق له أن يبحث له عن فتاة جميلة ليتزوجها بعدما رفض الكثير من الآباء تزويج بناتهم له بسبب غدره بكل زوجة لا تنجب له ولدا فأخبره صديقه أنه يعرف أما لفتاة تعمل معه وابنتها على خلق ودين وتتمتع بجمال شديد وربما وافقت الأم على زواج ابنتها به نظرا لظروفها الاقتصادية وحاجتها للمال ففرح الرجل الثري كثيرا وطلب من صديقه أن يحدد معادا مع أم الفتاة ليذهب إليها ويخطب ابنتها فوافق صديقه وتحدث مع والدة الفتاة وحددت له موعدا وقبل الموعد بنصف ساعة ذهب الرجل الثري مع صديقه إلى بيت الفتاة محملا بالهدايا والذهب لها ولأمها واستقبلتهم الفتاة بأدب شديد وأجلستهما وطلبت منهما الانتظار حتى تنتهي أمها من الصلاة عند رؤية الأم للرجل الثري بكت وثارت وأخذت تردد اسم الرجل الثري فنظر الرجل الثري لوالدة الفتاة وتأمل ابنتها فأصيب بصدمة شديدة وبدأت الدموع تذرف من عينيه وهو يقول للفتاة أنت ابنتي ابنتي ثم أخذها بين أحضانه وظل يبكي وصديقه يحاول تهديئته وندم ندما شديدا على ما فعله مع أمها ومع زوجاته الأخريات وحرمانه لبناته من حنانه ورعايته وطلب من ابنته وأمها أن يسامحاه فابتسمت له ابنته وقالت له سامحتك يا أبي ولكنك أخطأت في حق الله قبل أن تغطئ معنا استغفر الله وتب إليه ثم حاول أن تعرف طريق بناتك الأخريات وتعوضهن عما فات من تقصيرك معهن ثم ذكرته بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها يعني الذكر أدخله الله الجنة أقسم الأب لابنته بأنه عرف خطأه ونادم ندما شديدا ووعد ابنته بالبحث عن بناته والوقوف بجانبهن ثم طلب من والدة ابنته أن توافق على الرجوع إليه زوجة جديدة فوعدته بالتفكير في هذا الأمر بعد أن تراه أصلح ما أفسده تفكيره السيء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ترجمة نانسي قنقر